السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا والتي نتمنى فيها النجاح للجميع إن شاء الله تعلمون أعزائي الطلبة أن العالم المتقدم اليوم تسيطر عليه ثلاث أقطاب كبرى القطب الأوروبي القطب الأسيوي والأمريكي هذا الأخير الذي هو موضوع لقائنا اليوم بعنوان مصادر القوى الاقتصادية الأمريكية لاحظ معي عزيزي الطالب هذه المجموعة من الصور لهذه الدولة ماذا تستنتج؟ جيد نستنتج أن لهذه الدولة قوى اقتصادية كبرى جعلتنا نصنفها ضمن خانة الدول المتقدمة إذن ما السر في هذه القوى والتقدم وكيف وصلت لهذه المكانة الاقتصادية الهامة؟ سنحاول أعزائي الطلبة الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال معرفة عوامل القوى الاقتصادية لهذه الدولة وسنركز في حصتنا اليوم على العوامل الطبيعية والبشرية علما أن وفرة الإمكانيات الطبيعية يعد أساسا من أسس التقدم الاقتصادي للأمم إذن فما هي العوامل الطبيعية التي ساهمت في القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟ نبدأ بالعامل الطبيعي الأول وهو استراتيجية الموقع الجغرافي والفلكي للولايات المتحدة الأمريكية وكما هو موضح في الخريطة أمامنا فبالنسبة للموقع الجغرافي في الولايات المتحدة الأمريكية تقع في شمال القارة الأمريكية يحدها شمالا كندا وجنوبا المكسيك وخليج المكسيك ومن الشرق المحيط الأطلسي ومن الغرب المحيط الهادي أما بالنسبة للموقع الفلكي فتقع الولايات المتحدة الأمريكية فلكيا ما بين دائرتين عرض 24 درجة 49 شمالا وخطيط 125 غربا ومنه تنتمي الولايات المتحدة الأمريكية للعروض المعتدلة والحارة وحتى الباردة مما أدى إلى تنوع الأقاليم المناخية حسب ما هو موضح في الخريطة أمامنا المناخ الشبه مداري في الجنوب والمتوسطي في الجنوب الغربي والمناخ القاري المعتدل في الشمال الشرقي والسهول الوسطى والمناخ القاري الجاف في جبال الروكي والسهول العليا والصحراوي جنوبا والمناخ المحيطي في الشمال الغربي والمداري في جزر هاواي وأخيرا المناخ البارد في ألسكا وهذا ما سمح بتنوع المحاصيل الزراعية إذ تزرع الولايات المتحدة الأمريكية كل المحاصيل الزراعية مع ذا المحاصيل الاستوائية ثاني عامل هو اتساع المساحة المقدر بأكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع والانتداد الواسع من الشمال إلى الجنوب المقدر بألفين كيلومتر ومن الشرق إلى الغرب المقدر بحوالي 4500 كيلومتر أي ما يعادل انتداد دول المغرب العربي كلها أي جمعاء هذا انتداد سمح بتنوع مظاهر السطح أي التضاريس من جبال وسهول وهضاب في السهل الأوسط الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية يعادل مساحة الجزائر وهو في معظمه صالح للزراعة إضافة إلى ذلك تنوع حتى في الثروات الطبيعية من غاز وبترول وفحم وحديد حيث تتبوى الولايات المتحدة الأمريكية المراتب العالمية الأولى في إنتاج المواد الأولية فنجدها تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي الثانية عالميا في إنتاج الفحم الثالثة عالميا في إنتاج البترول والرابعة عالميا في إنتاج الطاقة الكهرومائية ثالث عامل عزيزي الطالب هو طول الشريط الساحلي المقدر بـ 1924 كيلومتر والتي تتبوى فيه المرتبة الثامنة عالميا ويتميز هذا الشريط الساحلي بكثرة الخلجان والرؤوس ما سمح بإقامة موانئ هامة إضافة إلى وفرة الموارد المائية حيث تغطي الولايات المتحدة الأمريكية شبكة هيدوغرافية متنوعة من أنهار أهمها نهر الميسيسيبي، أوهايو ونهر الميسوري والبحيرات أهمها البحيرات العظمى وهي بحيرة الميشيغن والبحيرة العليا، أنتاريو، إيري، وهورن وهي مجتمعة أي هذه البحيرات تعادل مساحتها عفواً مساحة بريطانيا تقريباً حوالي 250 ألف كيلومتر مربع وهي صالحة في معظمها للمراحة مرتبطة ببعضها البعض بواسطة أقنية ترتبط بدورها بنهر سان لورو الذي يصب في المحيط الأطلسي جيد لحد الآن ولكن السؤال المطروح هل يكفي عزيزي الطالب أن تكون هذه العوامل الطبيعية وحدها سبباً في القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعاً لا وإلا لكانت كل دول عالم الجنوب أثرية بمواردها الطبيعية دولاً متقدمة إذن هناك عوامل أخرى ما هي؟ جيد إنها العوامل البشرية والسؤال المطروح ما هي العوامل البشرية التي ساهمت في القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟ نبدأ أولاً بالعامل الأول وهو العامل البشري أي القوة البشرية حيث بلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثمائة مليون نسمة وهو ما أدى إلى توفر اليد العامل المؤهلة في القطاعات الثلاثة حسب ما توضحه الدائرة النسبية التي أمامنا فنجد قضاع الخدمات الذي يحتل الصدارة بنسبة 78.6% والصناعة بنسبة 20.4% وأخيراً الزراعة بنسبة 0.9% وهذا بالإضافة إلى اتساع السوق الاستهلاكية ثاني عامل البشري هو التوزيع اللامركزي للسكان عبر كامل الولايات المتحدة الأمريكية وبروز المدن المليونية بأكثر من 40 مدينة مليونية ثالثاً الثراء الثقافي بحكم التنوع العرقي أثارقة أوروبيون أسيويون وهنود حمر نتيجة الهجارات دون أن ننسى الاستفادة من هجرة الأدمغة واستقطاب الولايات المتحدة الأمريكية للكفاءات العلمية كل هذه الأجناس انصهرت في مجتمع واحد رابع العوامل وفرت رؤوس الأموال نتيجة الاستثمارات الخارجية خامساً قوة البحث العلمي واستعمال التكنولوجيا في كافة المجالات سادساً وفرت شبكة المواصلات من طرق معبدة وأسطول بحري وجوي سابعاً وأخيراً فعالية الفرض الأمريكي وحبه للعمل والمغامرة دون أن ننسى عزيزي الطالب العوامل التاريخية المتمثلة في أولاً استفادتها من الثورة الصناعية مبكراً باعتبارها من أقدم المستعمرات البريطانية ثانياً استفادتها من سياسة العزلة السياسية وتطبيقها مبدأ مونرو منذ سنة 1823 أمريكا للأمريكيين جعلها تنشغل عن ما يحدث في العالم وتهتم بالتنمية الاقتصادية الداخلية ثالثاً الاستفادة من الهجرات الأوروبية والأسيوية ولعل أهم عامل تاريخي هو استفادتها من الحربين الأولى والثانية وخاصة الثانية عن طريق تحقيق ميزانها التجاري لفائض قدر بـ 11 مليار دولار وتزايد إنتاجها الصناعي بـ 75% والزراعي بـ 25% وخرجت بـ 80% من احتياط الذهب في العالم نصل في الأخير إلى أن الاستغلال الجيد للإمكانيات الطبيعية والبشرية المتوفرة هو الذي سمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تحتل هذه المكانة الاقتصادية الهمة وتكون على رأس الدول المتقدمة إذن سر تطور الولايات المتحدة الأمريكية يكمن في الاستغلال الجيد للإمكانيات الطبيعية والبشرية وفي الأخير نرجو أن تكونوا قد استفدتم أعزائي الطلبة من لقاء اليوم والذي خصصناه للتعرف عن مصادر القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وموعدنا القادم سيكون لمعرفة مظاهر القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها الاقتصادي والسياسي على العالم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا